حسن الله إليكم يقول أنا في الأربعين من عمري وأعمل مدرسا ومحافظا بحمد الله على صلاتي وعمور ديني وأحفظ ما أستطيع من آيات القرآن الكريم لكن مشكلة التي تلغص حياتي أنه عندما يطلب مني المصلون في المسجد أن أكون لهم إماما في الصلاة لأنني وقت ذلك أكون أكثر الموجودين علما وحفظا للقرآن والمشكلة أني عندما أقف إماما وأبدأ في القرآن ينتاب للاضطراب وسرعة وشدة في ضربات القلب وغير ذلك من تغير حالتي إذا وقفت إماما فأرجو من فضيلتكم التكرم بنصحي إذا كان هناك علاج لهذه المشكلة وهل أمتنع عن وقوفي إماما في الصلاة مهما كانت الأحوال عليك بمحاولة طرد هذا الوسواس أو هذا التأثر لأنه من الشيطان فعليك بالاستعالة بالله من الشيطان ومحاولة طرد هذا الهم عنك وأن تعزم على الصلاة في المسلمين من الحاجة لأن هذا عمل صالح وإماما في الصلاة فعليك بمحاولة طرد هذا الهم وهذا الوسواس وسيرتفع عنك بإذن الله ومع الميران ومع الاعتياد فإن هذا يزول عنك ثم عليك أيضا بطراءة القصار من السور والإقلال من القراءة حتى لا يكون عندك القراءة ويزول عنك هذا العارض شيئا فشيئا بإذن الله نعم ترجمة نانسي قنقر